وَمْتَأَنَّ عَلَيْنَا بِأَنْ جَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ خَيْرِ الْأَنَامِ سيدنا محمدٍ عليه الصلاة واسكى السلام صلّي ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار أصحابي الأخيار وارض اللهم عن أئمتنا أئمت القرآن ومن تبعهم بإحسان وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ began by praising الله سبحانه وتعالى and thanking الله سبحانه وتعالى for bestowing the blessings of Islam upon us the blessings of guidance and blessings of being upon the Ummah of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and then sending salutation and greetings upon the best of creation upon none other than the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم حقيقة قبل أن أتكلم عن رحلتي مع القرآن معنى أنها أنا بد أن أتعرض أو أتحدث عن نشأتي ومولدي وبداية المولد ولكن قبل أن أتحدث عن المولد والنشأة بالقرية التي أولدت فيها وحيثتها القرآن سأذكر مقالة حدثني بها أبي رحمه الله لأؤكد بها أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بمليارات السنين الحديث بيقول في مسلم قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لكن اليوم عند الله بألف فإضرب الألف في خمسين ألف يعني مليارات بمعنى أن مقادير هذه الخلائق التي أوجدها الله في الدنيا منذ أن خلق الدنيا إلى أن تكون الساعة كتبها أزلا في علمه القديم والأمر منتهي ولكن هي تظهر للوجود عندما يأتي الوقت المناسب الذي قدر لها أن توجد وأقصد من ذلك سأذكر يعني الدعوة التي دعا بها أبي لأؤكد لكم أننا جميعا نحتاج إلى الدعاء وأن نكثر من الدعاء فالدعاء له أثره وأنتم تعلمون أن الدعاء أو القضاء القضر والدعاء يتعالجاني دائما يتصارعان فأيهما سبق وقعا بعد ذلك أتكلم إن شاء الله شكرا 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 رحلتي مع القرآن معجرني with the book of Allah سبحانه وتعالى he finds it important to begin to speak about his upbringing in his village the qarya that he was born in where he was raised and where he memorized the Quran and even before that he wants to speak about mentioning about something about a statement that his father mentioned to him to highlight about the emphasis of the decree of Allah سبحانه وتعالى because everything has been destined and decreed by Allah سبحانه وتعالى whatever takes or takes place upon this earth or whatever would happen to each and every single one of us they mention a hadith inside Sahih Muslim that before Allah سبحانه وتعالى created the heavens and the earth prior to that by some 50,000 years Allah سبحانه وتعالى destined and wrote down what would take place for every single individual so meaning millions of years ago everything has been destined and written down for every single one of us but it only become apparent at its due time and is destined that whatever that is to befall the individual whatever is to be given to an individual will become apparent at that time so he wants to highlight the importance of this destiny of the du'a of his father that he made upon the shaykh and it shows the importance of increasing in supplication and asking Allah سبحانه وتعالى and I'm sure that most of you are aware of the impact of making of du'a and likewise you find that du'a is one of those things that if there's anything if there's a clash between decree and du'a that you find that du'a is able to overcome the decree meaning it doesn't totally change it but it has an impact upon the decree that would befall the individual يذكرني أبي رحمه الله بأن يوم أن وضعتني أمي رحمه الله كان ذلك في ليلة ليلة الاحتفال بشهر رقب عام 1372 هجري وكانت الإذاعة المصرية زاعة القرآن أو الإذاعة قبل وجود زاعة القرآن الإذاعة كانت تحتفل بطبيعة الحال يحتفلون في كل ليلة شهر عربي بهذه الليلة عبارة عن عالم يذكر للمسلمين بقيمة الشهر العربي والأيام وأن الله جعل سنة 12 شهر وما للشهر من بركات أو من منزلة وثم يأتي بعد ذلك قارئ يقرأ القرآن ثم يأتي رجل يذكر تواشيح دينية من الشيوخ وينتهي الحفل يعني بمعنى أن الحفل يقوم على كلمة تعظ ثم كراءة قرآن ثم تواشيح يعني عبارة عن صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الوالد رحمه الله كانت الوالدة تضع في بيتي أبيها وكان هذا الأمر في الريف مباني قديمة باللبن بالطوب يعني فكان هي في السقف العلوي أو يعني في الطابق العلوي وكانوا يجلسون الرجال في الطابق السفلي فكلما كل فترة يصعد إلى الأعلى ليطمئن على الولادة ويقول لي وأنا بين على السلال بين العلو والسفلي وإذا بي أرفع يدي إلى السماء وأقول اللهم إن كان هذا ولدا لم يكن هناك بقى سمونار ويعرف أن المولود ذكر الأنس ما كان ش كلام بزمان فيقول رفعت يدائي إلى السماء وتوجهت إلى الله وقلت اللهم إن كان هذا ولدا فاجعله من أهل القرآن واجعله من العلماء وأن يقول مثل هؤلاء هذه أردت أن أذكرها لكم لأن لي فعلا حدثني بها أبي وأردت أن أذكرها لنبني الحديث على أن الله تعالى قدر كل شيء وأن الإنسان لا يعني لا يتحرك إلا بقدر وإلا بتوفيق من الله وما يقع للإنسان في هذه الحياة كله بشيء مقدر عند الله وإذا وفق من الله وإذا لم يوفق فمن نفسه أو ما كتب عليه في القدر فالضال يا شك شك So the shaykh begins speaking about his birth about his father this impact that his father made for him and he begins to describe the scenario of the birth when his mother was giving birth to the shaykh and he was born in the month of the beginning of the month of Rajab in the year 1372 Hijri if I'm not mistaken and inside the environment at the moment you had what is known as which is a radio station inside Egypt that we find whereby every the beginning of each month they would have like a hafla like a gathering on the radio station and have some recital remind the Muslims about these the Arab mums about the 12 Islamic mums to encourage the people the importance of these mums and the barakat the blessings and the importance of these mums so they would have these gatherings whereby at the beginning of each month a reciter will come on the Quran recite the Quran and then you'd have some form of wa'd admonition reminder and then you'd have some form of like an asheed or some salawat some salutations and greetings being sent upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so this is the scenario the shaykh is describing would take place on the day that he was born and prior to his birth you find that his mother was taken to a father's home that was a common practice to return back to their homes to give birth and you find that women would be on the upper level and the men would be on the lower level and every so often they would try to go and find out what the information was so when the birth came close to the birth of the shaykh so obviously at that time they didn't have microscopes or medical information to discover whether it's a male or female his father raised his hands and he prayed and asked if this is going to be a boy then make him to become amongst the people of the Qur'an and the ulema because of the recite of the Qur'an and the people around the righteous people he prayed and asked Allah to make my son to be among such type of individuals and he says he wants to highlight this as the basis of the discussion to highlight the importance of du'a the importance of the destination or sorry the decree of Allah that if Allah decrees something or makes it possible or plausible of something to take place then this is a great blessing upon the individual and the person hasn't been granted tawfiq and ability then this is a person that's been left to their own self I was born in a church which is called Dundit or Dandit at the center of 100 of the works of Mansoura of the Arab Emirates كان أكبر المشايخ سنا كان في هذا الوقت بلغ الثمانين من عمري لكنه كان يعلم الناس القرآن في القرية وظليت في الكتاب فترة بسيطة وعند الشيخ جدي عبد الحميد المعصراء ولكن ما نهرني أو كان شديدا وأني طفل صغير فتبولت على نفسي فعند ذلك جدتي لأبي رحمه الله منعتني أن أذهب إلى الشيخ المعصراوي حتى لا يكون شديد علي وقالت أن يذهب إلى كتاب آخر ولكن سرعان ما جاءت وقت المدرسة أو سن المدرسة ودخلت المدرسة ولم أذهب إلى الكتاب في سن السادسة ذهبت إلى مدرسة القرية ابتدائية وكان ناظر المدرسة زميل لجدي لأمي رحمه الله فلاحظ علي أنني لا أكتشف أو لا أستطيع رؤية المكتوب على السبورة كان عندي في صغري ما يعرف بالعشاء الليلي يعني أنا كان عندي كسر نظر شديد جدا حتى أنني بالليل لا أرى فأشار على جد وقال له هو لا يرى مع السبورة فأرى أن تذهب به إلى حفظ القرآن أفضل له من ذلك الشيخ mentioned that he was in a certain village near the area of Mansoura that he was born and he was raised there and he had a normal upbringing like normal children would have and from the age of five he would go to Qutab Qutab is a place where he would go and study the Qur'an the person in charge of this institute of teaching the Qur'an was one of his grandparents from his father's side Abdul Hamid al-Ma'srawi who was one of the famous shaykhs and reciters and teachers there who reached the age of possibly beyond 80 years old so he spent a small time there and the problem, the issue was there the grandfather was very strict on the shaykh and then I think the grandmother intervened and he stopped going there and then he went to another Qutab then he began to start a normal madrasa a normal school at the age of six the school that he began to study at the school was also from his mother's side his grandparents was a friend of his grandparents there and there they recognized the shaykh had a weak vision and at night time he couldn't really see very clearly he was not able to see in the dark so he was advised it's best to not send him to the school and best to return him back to studying and memorizing the Qur'an الحقيقة إن انتهت السنة الأولى الابتدائية يعني مضت السنة الأولى في المدرسة التي هي ابتدائية ولما أخبر الناظر لجدي الأمي علم بذلك والدي رحمه الله وكان أبي وأمي يسكناني القاهرة حيث عمل الوالد يعني أنا كنت أحفظ في القتاب وفي المدرسة في هذا السن ومع جدي الأمي كان إماماً وخطيباً بالأوقاف يعني كان من علماء الأظهر فلما علم والدي بذلك جاء وأخذني وألحقني بكتاب يسمى كتاب الشيخ حفني رحمه الله في مصر كان بمنطقة حدائق القبة وجلست بكتاب الشيخ حفني سنتين تعلمت فيهم في الكتاب الكراءة على أصولها والكتاب والحساب والإملاء يعني كأن هذا المكتب كان يسمى المكتب مكتب الشيخ حفني تعلمت فيه كل ما يمكن أن أتعلمه من خلال دراستي في المدرسة إلى جانب ذلك تعلمت القرآن في الكتاب في كتاب الشيخ حفني أو في مكتب الشيخ حفني حتى وصلت إلى سورة لقمان من سورة الناس إلى سورة لقمان يعني حفظاً حفني الشيخ حفني حفني لا لا بيزنس من لقمان يعني حفظاً أو كراعة لا حفظاً حفظاً في خلال السنتين اللي تعلمت في كتاب الشيخ حفني تعلمت كل شيء ما يتصل بالكراة والكتاب والحساب كل حاجة وتعلمت المفهوم إيه نعم أطلالي فكي يقول لك هذا في بداية أنه يساول في السورة فكرة في السورة وكان يتعلمش أنه يجب ان لا يستطيع يتواجه مع الدراسة لك منذ أنه ينهي حفظاً عندما أتصى لك أنه نتعلمه يتعلم من القاهرة في است końص merchants على كيرة Jill's father took him out in that institut we mentioned he was an institut where a friend of his mother's grandfather took him out and took him to a place where Sheikh Pickani was in charge of the institute in Hadhak Bildah In its location where he spent two years there and those two years he learned how to read, write math, script, etc كل الأشياء الأساسية من الإنسان، وبدأت أن تتعلمهم هنا. في الوقت هذا الوقت، في هذا الوقت، وقد قدمت القرآن من سورة ناس إلى سورة لقمان، وقد قدمتها في الوقت دو عام. كان في الوقت عندي تسع سنوات، وقد قدمت لي إلى الأظهر في مسابقة القبول، وفعلاً سنة 62 الكلام دا، نجحت في امتحان القبول، وألحقوني بمعهد يسمى معهد البراموني الأزهري في منطقة عبدين، وكنت صغيراً، لابد أن أركب الترمي، الترمي يعني، ففي هذه الفترة، كان جدي الأم يزورنا، فلما علم بذلك، وقال إن الولد صغير لا يستطيع أن يركب الترمي للذهاب في هذه المسافة الطويلة، أخاف أن يحدث له شيء، فأنا أخذه معي إلى كتاب القرية، يستكمل حفظ القرآن في هذه هذا العام، ثم بعد ذلك ما يريد ربنا يكون، وفعلاً ذهبت مع جدي إلى القرية مرة ثانية، وذهبت إلى كتاب الشيخ عبد الحميد حجاج، وكان محفظاً، متميزاً، شباب، لم يكن يعني، كبير جدي للشيخ المعصر، فالتحكت بالكتاب الشيخ الحجاج، يعني ما يقرب من سنة أو من عشر، أحداشر شهر، يعني يا دوبك أفلت السنة كنت خلصت ما تبقى لي من القرآن من سورة لقمان إلى آخر القرآن، وبالمناسبة في هذه الفترة أو هذه الأشهر كنت يعني ما أذكره الآن ولن أنسى أبداً، صورة الأنعام أو صورة الأعراف من الصور الكبيرة والصعبة، كل صورة من هذه الصور حفظتها في خمسة أيام، نعم، صورة البكر هي التي استغرقت مني ثمانية عشر يوماً، نعم، المهم أن أنا ختمت الحمد لله في خلال أكرب من عشر أو أحداشر، قبل تتمام السنة كنت ختمت القرآن على الشيخ عبد الحميد حجاج، رحمه الله الشيخ أتذكر أنه أعليمًا أعظمًا سنة أهلًا في الوقت. ثم يقوم بإمعالك بالإمعالك إلى لذلك مختلفة الأعظم بالنسبة إلى الأعظم بالأزهر ويتم تغيير المناسبة إلى هذا المهد، ويقوم بإمعالك إلى هذا المنسبة، يجب أن تأخذ التطبيع للترام وينتم أن تستمر في قائر إلى القايبات في هذا المنال أنه نسان الأعلى في المرحل صعبات يامعا وجدته نفسه ورده أن يدفت إلى المنظم كلهه لم يكن لذلك النجاة أنه لا يسمحون فقط ونحن للهن باتدار إلى دعون نحوه لذلك يستمرون التركيب وقيده سيئ أسانين منول هذا المنظم وقودوا إلى النجاح وروده بيجابه وكان رفرما على زيله وقد أدخلا وكان رفع أحد أوضط العميد الحجاج وهذا الشيخ ليس كذلك. بل يرتدي بشكل جيدًا يبدأ مع风ق بين الأسئلة التي تقلق حول أن تطبيقه وقفية حلبية معذاتین القرآن وقفى هناك 10-11 من السورة ل الأقوال وقد مردت أولى أن يتَعالج بسبب هذه الأقوال لتجويد القرآن قديما كان التلميذ أو الطالب يحفظ القرآن عند الشيخ وهناك شيخ آخر يذهب إليه ليكرأ عليه التجويد يجود له القرآن ويكرأ عليه الكراءات فذهبت بعد أن ختمت القرآن إلى الشيخ محمد إسماعيل عبدو قارئ الكراءات السبع لأجود عليه وأكرأ عليه الكراءات هذا الشيخ محمد إسماعيل عبدو كان في هذا الوقت سنه طوق الثمانين كذلك كبير وهو الذي جود عليه جدي لأمي يعني هذا الشيخ محمد إسماعيل عبدو الذي ذهبت لأكرأ عليه القرآن بالتجويد والكراءات هو كذلك الذي جود عليه جدي لأمي القرآن الكريم يعني من الأمور البديعة أنني في هذه المكانة اعتبر من أكران جدي في قراءة القرآن قرين جدي من أكران لأن جمعت بين جمعته معه الشيخ الذي قرأت عليه قرأ عليه وقرأت عليه وبعد أن جودت على الشيخ سماعيل وقرأت عليه رواية ورش جلست أذهب للكتاب مع الشيخ حجاج لأعلم معه الأولاد كعريف أو مساعد يعني حتى بعد عامين أو ثلاثة عام لأن أنا جلست بعد ما ختمت ثلاث سنين في القرية أعلم من أولاد القرآن مع الشيخ وفي نفس الوقت كنت أقرأ القرآن في المحافل مع القراء وهباني الله صوتا يعني فضلا من الله ونعمة فكنت أقرأ القرآن مع كبار المشايخ وأنا عيل صغير وهذا يمكن كان يعني من أسباب الدوافع القوية التي جعلتني جعلت عندي الجرأة والشجاعة أنني لا أهاب أي موقف في قراءة القرآن وأنا أذكر لكم عشان مش أطول عليكم في يوم ما جلست أقرأ القرآن على في محفل في ميت مأتم يعني كعداد المصريين وكان بجواري شيوخ شيوخهم كبار كبار في السن مرة أحدهم في عمر جد الله يرحمه وكانوا يقرؤون القرآن بالترتيب إذا قرأ بدأ من يقرأ بعده يأخذ في الآية التي ختم منها الشيخ يعني بترتيب القراءة فكان الشيخ يقرأ في سورة سبأ وختم عند كل من يرزقكم واني قاعد في وسطهم فقرأت وطبعا بقرأ بالتجويد خلافة القراءة المرتلة فأخطأت عند قول الله تعالى وقال الذين ستضعفوا لما يستكبروا بالمكر الليلة والآيات دي وقعت أخطأت فيها أنا عيل سوير فقال لي الشيخ ما دمت لم تحفظ جيدا لا تجلس مع الكبار هذا لم يكن يعني هذا الموقف لم يكن ليصدمني أو يجعلني أتأخر أو أتكهكر بل كان دافعا لي أن أجلس هذا المجلس بكل ما أستطيع فدفعني إلى أن أكثر من الكراءة والمراجعة حتى لا أخطأ أبدا تبالك وبعد أيام من هذا الموقف في إحدى المحافل ويجلس في المحفل في قاعة كبيرة كذا فيها ما يقرب من سبعون ثمانمائة معزي كان يأكرأ أحد الكراء اسمه محمد شبيب رحمه الله في الإزاعة وأخذ بيدي أخذني بيدي وأنا صغير يعني هكذا سعادني واخذني وأحضعني على المكان الذي يقرؤون فيه مكان مرتفع لا بد أن يكون كبير حتى فحاملني وأوضعني على وكان أول ما قرأت في قراءة القرآن في المزياء على مسامع السبعمائة واحد الذين يجلوسون كنت أقرأ قول الله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا هذا طبعا صغير ما نشفاهم يعني المفروض أن الإنسان يتخير البدء ويتخير الوقف يتخير ما يقرأ لكن عيل صغير مهما يكون مش فاهم فطبعا في نفس الوقت يعني عشان أقرأها بالصوت أمرها صعبة وكذا اللي يحفظ القرآن عارف الحاجات دي ولكن الحمد لله قرأته ومرت الأيام وسرعان ما رآني أحد شيوخ الأزهر وكان يفتش على القتاتيب في البلد فلما علم أني منحفظت القرآن ووهباني الله صوتا جميلا أشار علي وقال لي لماذا يا ولدي لم تمتحك بمعهد الكراءات هناك معهد للكراءات يعني لا يقبل إلا الحفظة وفيها وفيها تتعلم الكراءات وتتعلم العلوم الشرعية والعربي فهذه الكلمة سمعتها منه وسرعان ما صممت أن أذهب إلى القاهرة حيث إقامت والدي لألتحك بمعهد الكراءات لأنه لم يكن هناك معهد للكراءات إلا في القاهرة فقط ومعهد آخر في الإسكندرية لم يكن هناك معهد أخرى للكراءات إلا هذين المعهدين وصممت فعلا وذهبت إلى القاهرة لألتحك بمعهد الكراءات ماذا يا شيخ؟ ماذا يا شيخ؟ قبل الشيخ continued his journey about studying the Qur'an he mentioned that obviously previously when you learnt the Qur'an memorized the Qur'an you read it to one شيخ it will be common then you'd go to another شيخ to go and perfect the tajweed and to learn the sciences and the rules of tajweed and recitation so the شيخ that would go to recite for tajweed and to correct his pronunciation learn the rules of tajweed etc was a شيخ by the name Muhammad Ismail Abdu who was also approximately more than 80 years old so he was the شيخ that he perfected and learnt his Qur'an his tajweed from him and learnt the recitation of warsh from this from the شيخ at the same time in this period he also began to teach children so he began if we go back to the previous شيخ mentioned Abul Hamid Al-Hajjaj he began to sit with him and began to become a supervisor and a teacher and helping the children inside the institute there as well so all of this encouraged him in reciting and reading of the Qur'an and then he began to attend gatherings of recitation of the Qur'an and reciting with famous Qur'an reciters inside these gatherings and he mentioned that the common practice inside Egypt that you find is that when the death takes place of people you find that people gather and begin to read the Qur'an so he was taken to one of these gatherings and began to read the Qur'an and obviously surrounded by people elderly reciters of the Qur'an and famous reciters of the Qur'an above the age of 80 etc so this young boy now is placed amongst these individuals to recite the Qur'an and they have this format of reading the Qur'an by a tarteeb whereby one shaykh or one qari will read and wherever he stops then the following imam or the reciter will carry on from there so they came to surah Sabah the 34th surah of the Qur'an قُلْ مَيْ يَرْزُقُكُمْ came to this place I inside the Qur'an there inside this surah and now the shaykh had to carry on reading from there so you can imagine a young boy 9-10 years old in a gathering of superior reciters of the Qur'an so he begins to recite from that location and he makes a mistake so now the big Qur'an they say hey look what are you doing here you shouldn't be sitting with us if you're going to go and learn the Qur'an properly and then sit in this majlis and then begin to read the Qur'an most of us this shows the strength and the courage he had most of us would weaken if somebody is saying such words to them this increased his zeal and his passion so he didn't shy away from the fact that he made a mistake and he was told not to sit in such a gathering rather increased him in his passion to make sure that he's going to recite and revise the Qur'an more that he will not make mistakes or he will hardly ever make mistakes in reading any of the Qur'an so from there he was taking to other gatherings to recite the Qur'an whereby there may be six to seven hundred people there and he's reciting the Qur'an inside any such locations so one of the Qur'an reciters when he saw the Shaykh he literally picked him up and put him on the stage so imagine this young boy being lifted put on the stage and being told to read in front of six hundred seven hundred people recite the Qur'an so there he began to recite from a location from the Qur'an so obviously some of the verses those people of Qur'an they know that these verses to read them are very powerful very strong a person who knows to know where these verses where they begin where they end etc but the Shaykh was able to recite the Qur'an freely without having that fear in his mind and very quickly began to get known as being a reciter of the Qur'an until eventually some of the teachers reciters of Al-Azhar they began to search for the records of the Qutab or the places of learning and he became famous that he should be selected so he was chosen one of the teachers said to him why don't you join the Mahad of Al-Qura'at and begin to those who it's only specifically for those people who learnt the Qur'an they begin to learn Ulum al-Sharia and other sciences begin to learn them as well at that moment in time there was only two main institutes of Qura'at that existed in the whole of Egypt one was inside Cairo and the other one is in Alexandria that we find so obviously he decided to travel to Cairo because his parents were there to go and join his parents and to join this institute to further his studies in the Qur'an and Islamic sciences قبل أن أتكلم عن التحاكم مع هذه القرآات أحب أن أنوه أن مع هذه القرآات أنشئ بقرار ملكي من ملك فاروق رحمه الله سنة 1946 أنشئ ليكون يعني لتدريس القراءات القرآنية هذا العلم هذا العلم هو من العلوم النادرة الفريدة التي لا يجيدها إلا القل القليل من العلماء لذلك أنشأ أو صدر قرار الملك فاروق في سنة 1946 وجاءوا بمن كانوا يحملون العالمية في الشريعة واللغة العربية ومعهم إجازات في الكراءات كالشيخ الأشموني والشيخ مصطفى ابو الحسن وجاء ببعض المشايخ القارئين الكراءات ممن لم يكن حاصلا على مهالات عليا مثل هؤلاء كالشيخ عمرو أثمان الشيخ محمد الأمداني الشيخ أحمد عبد العزيز زياد وأنشأ معهد الكراءات لتعليم الكراءات وما يتعلق بها من علم الرسم والضبط وعلم عد الآية الفواصل العلوم الخاصة بالقرآن وكراءاته إلى جانب هذا كان يدرس بالمعهد العلوم الشرعية من تفسير وعلوم القرآن وحديث وعلوم حديث والحديث وعلوم اللغة كلحو الصرف والبلغة وما إلى ذلك والسيرة وعلوم الحديث كالجغرافيا والتاريخ والقبر والهند سبحان الله كنا ندرس كل ذلك في المعهد هذه نبدأ أردت أن أنبه عليها لتعرف كيف نشأ هذا المعهد أو متى أسس هذا المعهد التحقت به في سنة 68 وبفضل الله وفقت غاية التوفيق وكانت همتي عالية جدا يعني كنت عاني في الدراسة فعلا في الأول ولكن الحمد لله أجدت إجادة يعني توفيك ربنا كله حتى أنني حصلت على شهادة عالية الكراءات وكانت ترتيب فيها الثالث وفي شهادة تخصص الكراءات كانت ترتيب فيها الثاني على الجمهورية بفضل الله وبعدها عينت مدرسا بالأزهر الشريف سنة ستة وسبعين ميلادي وفي نفس الوقت سمح سمح حاليا وكان هذا يعني أمر عادي أنت تعمل تشتغل وتدرس فالتحقت بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في نفس الوقت كنت طالبا و مدرسا هذه الثلاثة نبدأ بقى الرحلة على أصل بدأت في التدريس وعينت في معدس مصف بعيد عن القاهرة بستين كيلو كنت أروح يوميا رايح جايب علشان قادر أكون ما أتغربش عن الولد والولدة في نفس الوقت الوقت اللي عندي فيه سماحة أن أنا أستطيع أذهب للكلية أحضر بعض المحاضرات إلى جانب ذلك كنت أمارس هوايتي في كراءة الكرآن في المحافل حتى أنني أعرف أن أعيش لأن ما كنت أتقاضاه من راتب في الددريس كنت أصرفه في في الحافلة السريع أذهب به إلى الصف ثم من الصف إلى القراءة يوميا كان نفس الأتقاضاء أدفعه في المواصلات فكيف أعيش وكتب فكنت بعض الأيام تأتيني الحفلات أروح أذهب حتى أيام الامتحانات في الكلية ممكن لو جت لحافل يعني ليلة أروح فكنت أعاني كثيرا يعني لو قلت أني تأتي الأيام والليالي كنت لا أنام تقول أنت راجل مش صادق لكن ده حقيقة يعني حتى أنني تعودت أن أنام ونجالس من شدة التعب نعم ولكن كل ذلك أقول ليس هذا الأمر شطارة أو يعني قوة مني ولكن حقيقة كل هذا بتوفيق الله الله يعلم من العبد مدى اهتمامه ونيته لذلك إخلاص النية في طلب العلم وفي الحياة بصفة عامة بكل أثر كبير في توفيق العبد ويعني تحقيق كثيرا كثير الكثير من أمنيته أو مما يبتغيه في حياته ف كنت أكتايت كثيرا لأن كنت يعني حلتي على أدي على يعني فقير فقير يعني ومع ذلك حققت الخير الكثير كما قلت بأني أدرس وأدرس وأقرأ القرآن في المحافل وهذا كان يذر علي أموالا كثيرة لكن كان في نفسي منها شيء كنت أرى أن أخذ الأجر على قراءة القرآن فيه شيء حتى أفتاني الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله لما ذهبت له أكثر من مرة لأن كنت أعرفه من 64 قال يا أحمد اذهب وما يعطى لك خذه بلا تحديد على ما يرى الأحناف فما تأخذه هو نظير حبس الوقت لا للكراءة فأخذته بفتوتي حتى عام فأخذت هذا الأمر فأخذت بفتوتي بفتوتي يسألوني ، إن قللًا بصواح أمراوه نفيدًا أن نفيدًا أن الدولة ، تدت هذا العينيّة ، يبدو أن يشاهد المقرار حمّاً لصحة الوعان ، مقرار حقًا ، لأن يشارك لقرار ، تكون كثم من وفره وهزينات التنظر الوعان ، تحليظًا في أعيامهم ، أعيامهم والتذكرة أتعابة القرآن سيغل باستكتبع التعليم بسرعة الشرية ، إسلامي الشيخ ، اعليم القرآن ، عليم الحديث ، عليم اللغة ، سراف النحو، وكما أيضاً يتواج marriage كان يتقال هذه أطلالة أطلالات السعامات كما الأنكن مثل جديد الكثيري، ودخل أيضاً التطبيق أتفل في هذا الملصفين well فنا نحر أن بوضع هذه الأطلال في عام عاماً لكما أشياء We can see أيضاً أشياء يتعالى منه ردًا أنه مبدافتا ثدًا في سرعة في المتقدرة ويقضًا موجودًا مددًا في المنطقة وكما في حامام، وقامت بوضع أجلي ذلك إلى الأزر وكان دراسان ومعها في أي تعالى وش في أي نحن هناك شئانا في الأسلام فنحن أسلس في عمق الشراء فقط تلك وأحمر بالتقارية وحتى لأسفه تريد أيضا للذين أيضاً لكنه غبيتماً وانتون أيضاً وانتون أيضاً حقيق من أنزو التقارية ويوجد أيضاً إلى أيضاً أخذ رؤيته القرآن مع والفواعد الذي يكون編 كما أنزاره أنه سألت على الأول هذا الشيء على سرر أنه ستكون على سرعيزة في سنطلة للغاية سألت للمساة عين سيارة في الخير هذه هي sorانة إلى القرآن وكلم نكن هناك للمرة لأنه ل tirarه الغوان إنه أولاًا في عدة للمسيحات إذا كانت بإسم إليه ويجب جدد عن الرابطة وترقيت القرآن إلى المثارة ومجدني عندما أنه شاءك يجwyب أن تقلق ويجب أن تنرى وأنه لجب العين وثير يتعالي وحيباً He wants to mention all of this just to highlight the importance that all of this is from Allah سُبْحَانَهُ وتَعَالَى and Allah SWT knows the limits of a human being, the key element is إخلَاش النِيَّة the intention inside the heart of the individual the more pure the intention is the more one Him the impact of that sincerity will become apparent more and more inside a person's life and whatever a person intends to do, Allah سبحانه وتعالى will facilitate that and make that easy for the individual you need to do. So he highlights that he was an impoverished, a poor individual, but with wide his efforts, a lot of khair and goodness was given to him. So as we mentioned, he would teach and study and read inside gatherings. Some people may begin to say that, how can you take a reward for reciting the Quran? As we mentioned, because at that time he needed that extra salary or that extra money for him to be able to live and to carry out his daily chores of his life. Until eventually, from 1964 or so, he met the famous Shaykh Abul Hamid Kishkin and obviously discussion took place about taking a payment for reciting the Quran. So the Shaykh gave him the fatwa upon the view of the Ahnaf, the Hanafi fuqaha, that you're not taking a salary or stipend for reciting the Quran, you're taking it for the time that you go there. So whatever they offer you, just take it. Don't stipulate it has to be X amount or X amount of money needs to be given to me to attend this gathering. Whatever they give you for attending it, you take it on the basis. This is for your time and for you to travel to that gathering and to recite the Quran there. I will reach the Quran. I was on the Balkan to the Quran in the Islam and Arabian Quran. I worked for an international program. Then I was on theariat with the Quran-S�sqah. I was on theскогоan. My掌握 was on theLAF for the maincang. After I was on the air for me, I got to the Quran-Sqah. I got to the Quran-Sqah in the Quran-Sqah. ولكني اعتذرت لأني كنت أدرس الدراسات عليا فقلت العلم لا يؤجل والصفر أنا لسه قادم من صفر نركن الصفر دلوقتي الفلوس أو المال يأتي في أي وقت لكن الدراسة أو كنت أكتب دراسات عليا بعد عودتي والحمد لله حصلت على الماجستير اللي هي سموه التخصص في الحديث وعلومه من صور الدين في الفترة بعد أن حصلت على الماجستير كنت قد صدر لي قرارا من شيخ الأزر بانضمامي عضوا بلجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث في عام 88 في نفس الوقت ناقشت الماجستير كما قلت والتحكت أو سجلت ما يعرف بالدكتوراء السابعة العالمية كذلك في الحديث وعلومه وأصبحت بجانب تدريسي في الأزهر أن أراجع مراجع في لجنة المصحف بالمجمع البحوث وهذا الانضمام أو هذه المراجعة أتاحت لي أن أراجع أشريطة التسجيلات للكراء في الإزاعة وخارج الإزاعة ولا يعتمد الشريط إلا بعد اعتمادي له وهذا فضله من الله وفي عام 92 حصلت على العالمية الدكتوراه وعينت مدرساً بالدراسات الإسلامية بكلية التربية جمعة الأزهر عينت مدرساً وبعد مرور خمس سنوات مع تقديم البحوث عينت أستاذاً مساعداً بنفس الكسم ثم أستاذاً بنفس الكسم بعد خمس سنين أخرى فهذه الفترة وأنا في الجمعة في عام 99 صدر لي قرار أن أكون نائباً لرئيس لجنة المصحف وفي يناير 2003 عينت رئيساً للجنة مراجعة المصحف الشريف هنا في هذه الفترة يعني كانت الأمور بالنسبة لي صعبة أن أكرئ بعض الناس الكراءات لأن انشغالاتي بالجامعة وبالبحوث كان الأمر بالنسبة لي صعباً في إيجاد الوقت ولكن أمنيتي من داخلي أن أعلم الناس الكرآن ولكن ما عندي وقت فشاء ربنا في عام 2004 في نفس العام اللي ركيت فيه إلى درجة أستاذ صدر لي قرار بأن أكون شيخاً لعموم المقارئ بالدار المصرية نعم وهذا الأمر هذا المكان يستلزمني أن أكون مستحضراً للكراءات لأن أصبحت شيخاً للمقارئ يعني كل ما يتصل بالقرآن والقراءات مرجعيته إلي فضل الله فلابد أن أكون مهيئاً لهذه المكانة فبدأت أراجع كل أموري بالنسبة لما يتصل بعلم القراءات وشاء ربنا أن يهيئ لي الخير في أن النية كنت أتمنى أن يكون هناك الوقت لتعليم ولكن الأمر صعب بالنسبة للعمل والسفر فجاءني أحد الإخوة المحبين وقال هنا بجواري في مدينة نصر هذا المبنى نريد أن نجعله للقرآن أنا لا أعرف شيئاً ولكن ذهبت ورأيت مبنى هو الآن الحمد لله مركز للقرآن كان أول مركز للقرآن أنشأته في مدينة نصر اليوم بقاله سبعتاشر أو ستتاشر سنة وكان بداية خير وهذا المكان بدأت نمركز فيه لتعليم القرآن والمراجعة والقراءات وكان فيه خير كثير حيث التقد في هذا المكان بين محبين للقرآن لمن أراد أن يقرأ أو يراجع أو يقرأ قراءات وجمعت نخبة من القراء المتكنين وقاموا على التدريس وكنت أتواجد معهم بين الحين والآخر للاختبارات وللمراجعة وانشغلت تماما مع المشيخة بهذا المركز وسرعان ما شاء الله أن يكون هناك مراكز أخرى على غرار هذا المركز حتى عمة المراكز القرآن في مصر وصلت إلى إلى سبعة أو تمانية وتمانين مركز حتى الآن بفضل الله كلها تشتغل بتعليم القرآن ومراجعة وقراءة القرآن ويوجد بهذه المراكز ما يربو على 33 ألف دارس دارسة وهناك من المدرسين ومدرسات ما يزيد على الثلاث تلاث هذا بنحية جانب خدمة القرآن الجانب الآخر أني يعني سفري وتعاملي مع القرآن كراءة القرآن وصلاة التراويح ما إلى ذلك قد بدأت رحلتي في هذا الأمر من 73 إلى هذا إلى وقتنا الحاضر وأنا أقضي رمضان مع القرآن بين دول العالم جميعها بفضل الله بين إماما للتراويح قارعا للقرآن محاضرا في خواطر وعضية هذا خلاص عشان أنا شايف أنني كترت عليكم وإن كان الأمر يعني لكن في عقالة كده عشان لا أطيل عليكم وصلى الله على سيدنا محمد نحتاج إلى يوم كامل الشيخ حتى يلعا رحل أنا خداف قال لي عشر ديافة قلت لازم نستخلص الشيخ الشيخ يتحدث أنه كذلك بدأت أن تعلم من هذه عمليات أنه لتعلم القرآن وقد رحل إلى رياض وقد تعلم هنا 4 عام وقد رحل إلى قايرو وبدأ أن تعلم هنا وقد رحل وقد وقد رحل إلى سلطان بروني وقد وقد رحل على رحل القرآن اجترا so now he had this option either to carry on with his higher studies or to go to be given a salary etc go there and to check this Quran and to help in his printing and the writing of this checking this Quran so he decided that he'd rather carry on with his higher studies because a job of such nature can come at a later stage you can get paid for it and etc but higher studies this is something that needs to be done at that moment in time that cannot be delayed so he carried on with his studies he gained Gas kicked The master's, magisterial inside the loom of hadith He gained that and from there He was given instructions Was given from Al-Adla To begin to start checking the Quran From 1988 onwards From there he also carried on In the Department of Hadith And graduated with his PhD in Hadith as well Then he was given the opportunity Of reviewing the Quran And he On behalf Al-Adla من المترجمات أعطاء في القرآن وفي ذلك تم تحسار تدريباً تتقربي إلى القرآن تشارك على القرآن عن وصول على قرارة في ذلك المنظمة أنه لم تتطلب تسجل وكانث نتطلب يا لجنة أجل التمسف الشيخة أو مصحف وقرآن وقرآن وقرأنه أيضاً أساسمًا لفعه وقرأت في جميع عدم مستمع لفعه ويمكنك عبارة الاشياء معيك تحديدهم لتجارة الناس ومع الأشياء في حيث ومع الأشياء والعبارة ومعه في حيث لاينات برؤية مرحباً أخذت من البقرآن تجب أن تفيده من البقرآن أو نظام الناس برؤية القرآن ومعه برؤية الناس يجب أن يكون في فرصة صفحة إيقاع أنه كان أقوم بشير الشيخ في صحيح إلى حينما صحيح وبهيه مالذك كان لدولة قسم صفحة هذا المنطقة له في اسمه وفتانه So now he physically had to be present He now physically had to be present inside these gatherings Or inside these institutes Whereby he had to listen to these people reciting the Qur'an So this dream or this aspiration he had within his heart Allah سبحانه وتعالى facilitated for him to now To be present at these institutes Or to be present to listen to these people reciting the Qur'an And give them the permission to recite the Qur'an So all of this was facilitated by Allah سبحانه وتعالى That this intention he had within himself As he mentioned importance of having the correct intention inside one's heart So we find as in this journey we find one of the A friend of his and he gave him this opportunity He said to him look we're going to build this institute And inside Medina to Nasser This markaz of the Qur'an So whereby we're going to teach the Qur'an Give ijazat to the Qur'an So whereby the shaykh began to collect the best reciters The best people of the Qur'an And place them inside They began to revise the Qur'an Place examination They began to teach the people the Qur'an And very quickly this model began to spread That we find some 70 odd or 80 in institutes all across Egypt That we find whereby thousands of students will come And read the Qur'an Thousands of teachers are there etc. that we find there And so you can imagine all of these are the tasks Or the works of the shaykh You need this short span of time On top of that from 1973 onwards to date In nearly every single Ramadan He's travelling to different countries Different locations Reading the Qur'an Reciting the Qur'an Leading people inside prayers Giving people you need reminders about the Qur'an etc. And may Allah subhanahu wa ta'ala increase the shaykh And you need goodness And I said that actually we need a whole day Because it's going so minute in details We need a whole day to talk about the seerah Any of the shaykh But as he has to get to another destination He has to cut it short there inshallah The last year when it comes in inshallah There is something that I've lost It's time Yeah, inshallah In the shaykh اشتركوا في القناة